من منطلق مفهوم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج أولت القيادة السياسية أهمية قصوى لمشروعات الاستزراع السمكي ووضعت الدولة استراتيجية لتنمية الثروة السمكية بهدف توفير الغذاء الملائم للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك عبر الوصول بالإنتاجية إلى مليوني طن بنهاية عام 2022 إضافة إلى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل ومن هذا المبدأ عملت مصر على تنفيذ العديد من مشروعات الاستزراع السمكي بجانب تطوير البحيرات وإزالة التعديات عليها وتطهير وحماية المسطحات المائية وفقاً لأحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية وهو ما جعل مصر تحتل المركز الأول على مستوى أفريقيا والسادس عالمياً في تطوير إنتاجية المسطحات المائية وفقاً لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو ولعل مشروع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ والذي افتتحه الرئيس السيسي في نوفمبر 2017 هو المشروع الأكبر على مستوى مصر والشرق الأوسط في هذا المجال ومن أبرز مشروعات الاستزراع السمكي حيث يتكون المشروع الذي نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من إجمالية 1359 حوض أسماك لإنتاج 6350 طن خلال الدورة الواحدة كما يتضمن المشروع المنطقة الصناعية للأسماك التي تضم مصنعاً لتعبئة وتصنيع الأسماك بطاقة 100 طن يومياً ومصنع أعلاف بطاقة 180 ألف طن أعلاف أسماك سنوياً ومن بين مشروعات الاستزراع السمكي أيضاً المزارع السمكية بشرق بورسعيد حيث تقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 14398 متراً مربعاً بإجمالية 5331 حوضاً كما تم البدء في تنفيذ مشروع المزارع السمكية في منطقة الديب غرب بورسعيد وفي ديسمبر شهد الرئيس السيسي افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي شرق القناة الإسماعيلية التابع لهيئة قناة السويس والذي يقام بشكل متكامل من خلال مزارع سمكية تشمل 4441 حوضاً للأسماك والقشريات فضلاً عن مصانع أعلاف وتغليف ويهدف المشروع للمساهمة في سد الفجوة الغرذائية وتقليل الواردات من الأسماك وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة كما نجحت الحكومة المصرية في استثمار البحيرات المتواجدة بالمحافظات من خلال تطويرها لإعادة إنتاج الأسماك واستغلالها في الاستزراع السمكي كما هو الحال في تطوير بحيرة البردويل وبحيرة عرب العليقات بالخنكة حيث قامت محافظة القليوبية ووزارة الزراعة بإنشاء مشروع قومي واستثماري لاستزراع الأسماك بها وكان لمحافظة دميات نصيب من مشروعات الاستزراع السمكي حيث تضم المحافظة أكثر من 1300 مزرعة سمكية كما تضم محافظة الدقهلية عددا من المزارع السمكية والتي تنتشر معظمها في منطقة قلبشو ببلقاس ومنطقة المنزلة والمطرية والجمالية وغيرها